تم إدراج فقرة مهمة على جدو الأعمال جلسة اليوم لمجلس النواب العراقي وهو استحقاقات فلاحي محافظة نينوى وأقليم كردستان لعام 2014 وعام 2015 طبعاً هذه جاءت بعد مطالبات عديدة من قبلنا لهيئة الرئاسة بأنه يجب أن تكون هناك عدالة بالتعامل من قبل الحكومة المركزية مع فلاحي المحافظات العراقية فلاحي نينوى وكذلك أقليم كردستان أسوة بفلاحي بغداد ومحافظات الأخرى العراقية أنبار بصرة وغيرها الموافقة طبعاً حصلت على صرف 50% من مستحقات عام 2014 وعام 2015 وأرسلت المبالغ هذه 50% من مستحقات هاتين السنتين إلى محافظة كركوب وقريباً جداً سوف يتم تنظيم سكوك وإن شاء الله سوف يحصل كل فلاحي محافظة نينوى على استحقاقاتهم المالية كخطوة أولى 50% ونحن مستمرون بمتابعة هذا الملف الهام إلى أن يتم إنجاز كل الملف ويحصل جميع فلاحي محافظة نينوى على كل استحقاقاتهم المالية لسنة 2014 وسنة 2015 ونحن أيضاً مستمرون فيما يتعلق بالموسم الزراعي لعام 2016 هذا من جانب جانب الآخر فلاحي إقليم كردستان قد طبعاً فوجئوا عند تسليمهم الغلة الزراعية بأنه يتم حجب 30% من محصولهم أو عدم استلام 30% طبعاً هذا أنا برأيي يعتبر تجني على حقوق الفلاحين لأنه 30% هي سوف تخسم مبالغ كبيرة من عدهم خاصةً وهم يعانون من أثقال وأعباء مالية كبيرة هم أيضاً السنة الثالثة لم يستلموا مستحقاتهم لذلك فتوصيتنا لرئاسة مجلس النواب اليوم بأنه ترفع توصية من أجل إلغاء هذا القرار الذي سوف يضر شريحة كبيرة من الفلاحين شكراً للمشاهدة